اكد حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على عمق علاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية الكورية وما تشهده من تطور ونمو في العديد من المجالات جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصفرية معالي السيد بارك بيونغ سوغ رئيس الجمعية الوطنية الكورية الذي يزور البلاد حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس مون جاي ان رئيس جمهورية كورية ومعالي السيد شونغ سي كون رئيس الوزراء وتمنيتهم الطيبة لشعب مملكة البحرين بالمزيد من الرفعة والتقدم فيما كلفه جلالته بنقل تحياته وتمنياته للرئيس الكوري ورئيس وزرائه وتمنياته لشعب كوريا الصديق بدوام الرقي والازدهار ورحب صاحب الجلالة برئيس الجمعية الوطنية الكورية ونوها بأهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في توسيع أفاق التعاون والعمل المشترك على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي والثقافي والاستفادة من خبرات وتجارب البلدين في المجال التشريعي والبرلماني مؤكدا جلالته تطلع المملكة لتعزيز الشراكات القائمة والاستفادة من إمكانيات البلدين في دعم المشاريع والبرامج بما يحقق المنافع المتبادلة كما أشاد جلالته بالدور المحوري الذي تطلع به جمهورية كوريا في محيطها الأسيوي والدولي في ظل ما حققته من إنجازات وتجارب ناجحة على المستوى الاقتصادي والصناعي والتنموي معربا حفظه الله عن تقديره لسامات الجالية الكورية في مسيرة البناء والتنمية في مملكة البحرين وما تحظى به جهودها من احترام وتقدير من قبل الجميع من جانبه هنأ رئيس الجمعية الوطنية الكورية جلالة الملك المفدى بمناسبة الذكرى العشرين لمثاق العمل الوطني وتمني لجلالته منفورة الصحة والسعادة ولمملكة البحرين التقدم والازدهار كما هنأ معالي السيد بارك بيونغ سوغ رئيس الجمعية الوطنية الكورية جلالة الملك المفدى على إعلان مبادئ إبراهيم مع دولة إسرائيل من أجل تحقيق الأمن والسلم في المنطقة وأجار خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطرق إلى مستجدات جائحة الكورونا وجهود البلدين في مكافحتها واحتواء تداعياتها